السلام عليكم خوتي تاهياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال للجنوب من الشرق الغرب لا ما ننسى وخوتينا اللي فوربا رمضان كريم كل جزائريين داخل وخرج وطن دون أن ننسى إخوارنا في فلسطين خاصة غزة الحبيبة هل يمكنني أن أعطيكم من الشمال للجنوب من الشمال للجنوب من الشمال للجنوب من الشمال فلسطين خاصة غزة الحبيبة إذا مثل ما أسمعتنا يا نخبر الوطني بيتكوفيتش يطوي الصفحة نهائيا ما كاش قضية اسمها يسين عدل صاي خلاص ليس هو جزء من مشروعين ما هوش جزء من مشروعنا ما عندي ما ندير بيه عندي مجموعة نخدم بيها ونحضر بيها زوج مقابلات تعكس العالم القادمة تصفية تعكس العالم القادمة وقابلة تعغينيا وأوغندا طوينا الصفحة نهائيا هذه هي تقيم فقط على السؤال الصحفي سؤال الصحفي تعرفوا على كل حال نمبر وان هذا بيه يذكر ناخب الوطني السابق صديقه لكن الحقيقة أنه ياسين عدلي في المنشور الصفحة الرسمية تع تويتر قال ما عنده حتى علاقة المدرب بتغيير رأيي يقعد بالماضي ولا يروح ما عنداش علاقة تقراري الأول والأخير هو فرنسا نلعب معه فرنسا قال صح يعني تأسفت أنه خروج بالماضي راح يضر بالمنتخب الجزائين أعطاه وجهة ناظر انتعوا في المنتخب الجزائين فقط هذا كلام ياسين عدلي ما عندوش علاقة بالماضي يقعد ولا يروح ولا كي يقعد بالماضي راح نلعب مع الجزائر كي يروح بالماضي ما لعبش مع الجزائر اللعب انفعها اللعب في حداته ياسين عدلي انفعها إذن هذه فقط لهدية لنمبر وان لكن ما يهمناش بكل صراحة اللعب خير خير فرنسا هو حرة لكل حال لكن أنا متأكد أنه راح يندم ورح يجي الوقت لي يندم على قراره لأنه علاش يندم لأنه خلاص المدرب عندو مجموعة راح يخدم بيها عندو لاعبي في وسط الميدان لما تشوف زروقي في الشوطة الثاني اللي يتخلى لا 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 أنا استعجبت يعني هذا هو زروقي هذا هو رامز زروقي يلعب كأنه كأنه بوسكيس شعالونا الكورة يهدي اللعب يرفع الريتم الكورات الأمام هيش كورات للوراء يعني يلعب كلاعب مسترجع وكلاعب وسط ميدان مسترجع اللي عندو لمسة عندو جودة بدو مركب نقص يعطيك القدام الكورات مليمترية يرجع يفوستك الكورة يعني يلعب طريقة عادية جداً ما هو رامز زروقي تعقب العهد تقول رامز زروقي راح يبشرونها عود جاناً يعني روعة لعب بسيط السهل المبتلع لعب بسيط بصحة روعة هذا رامز زروقي عندك قندوسي اكتشاف عندك إن شاء الله لما يعود إن شاء الله من الإصابة ويرجع في المستوى انتاعه البدني خاصة عندك سماعيل بن ناصر عندك إن شاء الله عوار لما يزيد أيضاً يسترجع الثيقة اللي نوعاً ما تبحرت له من بعد يعني من كأس أفريقيا إذن عندنا أيضاً بوداوي عندنا أيضاً بن طالب اللي ما بانش في زوج مقابلة هدوما لكن في النادي انتاعه يلعب بمستوى جيد إن شاء الله يصح على الأخطاء انتاعه يعني فيها باركة ونعن نزيده إحنا فيها ألف باركة ونعن نزيده الحمد لله لعبين كائنين الحمد لله لما نصى أيضاً زرقان لأنه زرقان في وقت سابق ما كان شي يبان ممكن يزيد يخدم وكل مدرب يعود يعيطه يعني كائن ثاراء كبير في وسط الميدان شبعانين الحمد لله شبعانين الحمد لله قاتلنا فقط مشكلة على الدفاع الدفاع راح يرقع شوية وينحاول إنو صحح بعض الأخطاء المدرب الخاصة اللي في المحور بيمكن يلعب ممكن يلعب ثلاثة مدافعين في المحور بطريقة يبدلها ويغيرها وفي نفس الوقت راح يبحث على مدافعين شبان باش يعاود يجدد المنتخب الوطني لكن عودة لقاضية عدلي عدلي قلتها في وقت سابق الاتحادية كانت راح ندير مبادرة الاتحادية والمدرب بيتكوفيش لأن بيتكوفيش لو تتذكروا في الندوة الصحفية قال راح ندير قاعدة غداء مع عدلي قالها في الندوة الصحفية قبل انطلاق التربص وهي كانت كان مبادرة وذكرتها وتكلمت عليها كانت كان مبادرة من الاتحادية ومن المدرب بيتكوفيش لملاقات والاستفسار في نفس الوقت على قرار عدلي قرار الأول وكلامه الأول في الندوة الصحفية التي تسبق المقابلة فريق ميلون في الدوري الأوروبي قال بالله اخترت فرنسا ومستوى العالي وكذا هم كانوا يحبون يستفسروا أسكو الاتحادية السابقة ما تتصلش به أسكو مدرب السابق والماضي ما تتصلش به يعني يحبون يجيبوا استفسارات من عند الله هذا قال بيتكوفيش راح نجلس نقعد معاه وراح نتغدى معاه هذا قبل يخرج ويقول باللي أنا ما يضربطني ولا شيء بالجزائر ما تقولوش بلي أبواب مفتوحة ولا مفتوحة على روحة أنا راني خلاص مع المتخب الجزائري ما عندوش علاقة المدرب السابق بالماضي في قراري يقعد الماضي يقول لي يروح أنا اخترت فرنسا من بعد هرق الاتحادية والمدرب خلاص وصلها من الميصاج يقول له هذا اللاعب خلاص ما عندو حتى علاقة بينها صحيح عدنا مجموعة نخدموا بها وهو الله يسأل علي عندو فرنسا يروح يحسن مستوى انتاعه أول شيء بعد يضمن مكانه في الميلوه بعد يلعب على منتخب فرنسا ومنتخب المستوى العالي مع فرنسا إذن كانت كان مبادرة في وقت سابق من قبل الاتحادي والمدرب لكن كلام عدلي خلاص هذا اللاعب في لعب فرنسي ما يعليناش خاطينها صحيح نتمنى هو التوفيق أنا 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 أقول الله من هي كونتر اللعب أنا يعجبني اللاعب ليكون صريح ما يربطني حتى بحاجة بالجزائر ولحب نلعب مع فرنسا ألعب مع فرنسا الله يسهل عليك الله يسهل عليك بس حكون صريح وقولها ووجهنا قال أنا ما نبغيش نلعب مع الجزائر نبغي نلعب مع فرنسا مهما يكون جيبولي مدرب السابق ولا مدرب الحال كي ما أعمل عدلي حجم ليحا نشوفوا باللي رايح حجم ليحا لكن فقط نذكر عدلي بلي باش تلعب مع فرنسا لازمك تكون طوب انت على الطوب والأماكن لا توجد في المنتخب الفرنسي شاوميني كامافينغا قندوزي اللي يلعب في ناسي وروح وروح بالأساني وين الطيش لك دالها وين الطيش لك دالها أخدم أخدم فالربا ما نعود احنا غلقين انت الصحيح أخدم إذن عدلي على بالي متيقن راح يندم ندم شديد راح يندم ندم شديد إذا اهل الجزائر كاس العالم يسلكها غالية هو حر هو قراره على كل حال هو نحترمه وقراره لكن على بالي متيقن راح يندم ندم شديد إذن بيتكوفيتش بصفة رسمية نهائية أغلق ملف عدلي لا يوجد لا توجد قصة كما قلت الله قضية اسمها عدي يريد المستوى العالي ونحن في المستوى الضعيف ويريد أن يلعب مع فرنسا في المستوى العالي نتمنى له على كل حال التوفيق فلربما يوصل للمستوى العالي ويلعب مع لعبي المنتخب الفرنسي اللي عندهم مستوى عالي ويلعبت إشراف المدرب ديشون مدرب عالمي بينما المنتخب الجزائري منتخب ضعيف ومنتخب المستوى المتدني إذن ما يهمناش عدلي كما قلنا صفحة وطويناها وكاش قضية اسمها عدلي إذن نتمنى وكل التوفيق المنتخب الوطني عدنا لاعبي في وسط الميدان عدنا لاعبي ممتازين إن شاء الله يتوفقوا في زوج مقابلات الجاية وإن شاء الله المنتخب الوطني اهل كاس العالم ماذاكم الصح وإن شاء الله يكون فيها تدعمات في المستقبل إذن في الأخير متقنا مع مزد من الفيديوهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر